اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زرتين هيدروجين وزرت اكسوجين يبقى سواء في الزمان او في المكان اللي تغير برضو المية بتتكون من زرتين هيدروجين وزرت اكسوجين فدي باعتبارها حقيقة طيب المفهوم زي ما دلوقتي كده بنفسر مفهوم العلم عبارة عن مصطلع علمي او تعريف بنقول تفسيره المبدأ شوية قواعد واساسيات في كل علم بيعتبرهم اساس بيمشي عليه القوانين خدت في اعدادي قانون السرعة بتساوي المسافة في الزمن ده قانون بتشتغل عليه عبارة عن ايه علاقة ما بين متغيرين او اكتر النظرية خدت برضو نظريات في الرياضة زي نظرية في صغارز زي نظرية اكليدس هو فرد اثبت ايه سحيته طيب انا عشان اوصل ايه اعمل حقيقة او قانون او نظرية علمية هقعد حطت ايدي على خددي قال لي لأ ده احنا لازم نعمل ايه بحث وتقصي طيب بحث عارفينها كلمة تقصي بقى اللي هو البحث بدقة يبقى في النهاية احنا عندنا العلم عبارة عن ايه بناء منظم من المعرفة يتضمن حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات وطريقة علمية في البحث والتقصي طيب لو احنا شفنا مجالات العلم ازاي ابحث فيها وهل كل علم طريقة البحث فيه واحدة قال لي لأ حسب الموضوع الدراسة يعني انا لو هبحث في الاحياء غير يما بحث في الكيميا غير يما بحث في الفيزياء حسب الزائرة اللي انا باتقدم ادوات المستخدمة في البحث حسب مجال الدراسة بتاعتي بابحث الكيميا لو انا هعمل ابحث في الكيميا اكيد فيها تجارب لو هعمل ابحث في مادة نظري زي فلسفة مفيش تجارب فمجال البحث بيختلف حسب المادة او الظاهرة اللي انا هدرسها الطرق المتبعة في البحث دي ثلاث اشياء بيستخدمها العالم اثناء بحثه طيب تعالوا بقى النهاردة نشوف بقى الكيميا بتتكلم عن ايه يا ترى يعني ايه كيميا وايه العلم او ايه المادة اللي انا بدرسها في الكيميا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية وخرق المواد الغير حية لو انا بسط للكائنات الحية مين اللي بيدرس تركيب الكائن الحي متخصص البيولوجيا طب مين اللي بيدرس المادة وتكوينها وخصائصها الكيميا يبقى لما نيجي نقول علم الكيميا يبقى هو علم دراسة المادة وما يخصها كل ما يخصها طب يا ترى ايه اللي ما يخصها تعالوا نفتكر مع بعض احنا درسنا ايه فيها فلما اجا قولك علم الكيميا هتقول لي ايه هو العلم الذي يهتم بدراسة تركيب المادة الخصائص بتاعتها خوصها التغيرات التي تطرق عليها سواء عملية انسهار حاولها من المادة الصلبة للسائلة او عملية غليان بحاول من السائل للبخار التفاعلات الكيميائية وانت خدت صور للتفاعلات انحلال حراري وإحلال بسيط وإحلال مجدود وكل تفاعل لظروف معينة لإجراءها فبنعتبر علم الكيميائية هو علم دراسة المادة تركيبها خوصها التغيرات اللي بتطرق عليها التفاعلات الكيميائية طيب لو افتكرنا مع بعض العلوم الطبيعية يعني ايه علوم طبيعية اللي هو جزء اللي انت كنت بتدرسه في اعداية دي خلال التلات سنين بتدرس بيولوجي بتدرس كيميا بتدرس فيزيا بتدرس جيولوجيا او علوم الارض بتدرس فلك فالخمس مواد دول بنقول عليهم علوم طبيعية طبعا الكيميا بتعتبر ايه فرع من فروع العلوم الطبيعية هنشوف مع بعض هل علم الكيميا ده علم قديم ولا حديث هنبص نلاقي ان علم الكيميا ارتبط بالحضرات الايه القديمة زي ايه الحاجات اللي ارتبط بها علم الكيميا بالحضرات القديمة عندنا المعادن والتعديم عندنا كمان صناعة الالوان والصبغة بتاعة القماش عندنا الطب والدواء والادوية كانوا بيستخلصوها من النباتات العشبية كمان عندنا بعض الصناعات الفنية تدباغة الجلود وصناعة الزجاج عندنا كمان التحنيط اللي اشتهر به الفرعنة والمصريين القدماء فاي واحد من دول بيعتبر ان علم الكيميا قديم ويه موقفش لهو استمر لحد وقتنا هذا ويه الدليل في معظم مظاهر الايه طيب يا طرح لو جيت حبيت اقول ايه مجالات دراسة علم الكيميا لو رجعنا للتعريف انا قلت الكيميا والتركيب الجزائي التغيرات التفاعلات احنا بقى هنقولهم بالتفصيل يبقى اول حاجة بيهتم بيها دراسة التركيب الزري والجزائي للمواد وكيفية ارتبطها تاني مجال معرفة الخواص الكيميائية للمادة ووصفها كما وكيفا تلاتة معرفة الدور الذي تقوم به المواد وكيف تقوم به بدءا من مكونات الزرة الى الجزائيات الكبيرة اربعة عندي التفاعلات الكيميائية وكيفية التحكم في ظروف التفاعل للوصول الى منتجات جديدة خمسة علاج بعض المشكلات البيئية زي تلوث الهواء او تلوث التربة او تلوث الميا كمان مصادر الطاقة سواء كانت متجددة او غير متجددة هنشوف مع بعض كمان فروع علم الكيمياء هل علم الكيمياء ده هو فرع واحد حسب الحاجة اللي انا بدرسها يعني انا دلوقتي لما اجي اقول بدرس الكائن الحي والتركيب الكيميائي بتاعه يبقى فيه كيمياء حيوية هدرس حاجة خاصة بالفيزياء ضغطه وحرارة وطاقة يبقى كيمياء فيزيائية طب كيمياء عضوية اللي هي كيمياء المركبات العضوية اللي هي بتتكون من كربون وهيدروجين الكيمياء التحليلية اني انا عايزة اشوف المادة المكونات بتاعتها احللها لعناصرها الاولين عندي الكيمياء الحرارية اللي هي التفاعلات اللي تكون مصحوبة بانطلاق طاقة حرارية الكيمياء النووية مسؤولة عن التفاعلات اللي بتتم داخل النواة في الزرة وده ان شاء الله هنشوفها في الباب الخام الكيمياء القهربية بتتكلم ازاي احاول الطاقة الكيميائية الطاقة قهربية او العكس ان انا احاول الطاقة القهربية واستخدمها في التفاعلات الكيميائية عندي كمان الكيميا البيئية اللي هتتكلم عن مشكلات البيئة وغيرها لان فروع الكيميا كتير وغيرها لان فروع علم الكيميا كتير هنشوف مع بعض بقى معنى ان الكيميا مركز العلوم وايه يا طرى اهمية علم الكيميا وهل هو مهم للدرجة اني انا ادرسه كمادة لوحدها واني يبقى ليه الفروع الكتير دي قال لي معنى ان الكيميا مركز العلوم قال لي ان الكيميا تقريبا بتبقى مصدر للعلوم الاخرى سواء كان العلم الاحياء او فيزياء او زراعة او طب او صيدلة او المستقبل طيب يعني ايه معنى الكلام ده يعني انا بقول ان علم الكيميا اساس لفهم باقي العلوم الايه الاخرى يعني عشان ابقى دكتور شاطر لازم ابقى فاهم كمي عشان ابقى متخصص في الاحياء وابقى فاهم كل حاجة في تركيب الكائن الحي لازم ابقى فاهم كمي عشان ابقى متخصص في الفيزياء لازم ابقى فاهم كمي فقالك ان الكيميا اساس لفهم باقي العلوم الاخرى طيب انا عايزة افهم الكلام ده اكتر من كده تعالى ناخد بقى الخمس امثلة ونشوف هل فعلا علم الكيميا بيرتبط بعلم الاحياء ولا لا طيب لما اجا اتكلم على البيولوجي او الاحياء ايه هو قالك هو علم دراسة الكائن الحي يعني ايه علم دراسة الكائن الحي يعني انا لما اجا اقول لك ايه الكائن الحي فيه جهاز هضمي فيه جهاز دوري فيه جهاز تنفسي ده تركيب الكائن الحي مين اللي بيدرس الكلام ده المتخصص في علم البيولوجي طب فين الكيميا هنا ايه دور الكيميا هنا دور الكيميا في اني انا افهم التركيب الكيميائي للخليل خدت السنة اللي فاتت تركيب الكروموسوم وكنا بنقول ان فيه تركيب وفيه تركيب كيميائي الفرق بينهم لما اجا قول تركيب الكروموسوم اتنين كروماتيد بينهم سنترومي ده كيمياء والاحياء بيولوجي هفحص تحت الميكروسكوب تركيب الكروموسوم طب لما اجا قولك الكروموسوم بيتكون من بروتين ودي اني ايه عرفت ازاي عن طريق التحليل الكيميائي للكروموسوم يبقى انا هنا عملت تحليل كيميائي للخلية عشان اعرف مكوناتها طيب هل خلية الجسم كلها نفس التركيب لأ حسب الوظيفة اللي هي بتقوم بيها فانا لما اجا قول المتخصص البيولوجي الخلية دي بتطلق طاقة ليه طب الخلية دي بتساعد في النمو ليه يبقى لازم كل مكون من مكونات الخلية مختلف مش هيعرفها الا عن طريق التركيب الكيميائي للخلية طيب ايه تاني غيره الكيميائي ممكن تساهم فيه قال لي احنا فيه تفاعلات بتحصل في جوة جسمنا زي التنفس احنا بناخد الاكسوجين الدم بيحمله الخلية الجسم بيحصل عملية احتراق للمواد الغذائية ويخرج ساني اكسيدي الكربون عملية التنفس دي عبارة عن تفاعل ايه كيميائي طيب عملية الهضم ده تفاعل كيميائي لما بنيجي ناكل النشويات بتتحول لمواد ابسط منها البروتين بيتحول لنشويات الهضم ده عملية كيميائية طب مين اللي هيفهم كفاصيل العملية الكيميائية ده متخصص الكيميائي يعني معنى كده ان الكيميائي بتصهم في حاجتين في الكائنات الحيوية اول حاجة التركيب الكيميائي للخلية عشان نشوف كل خلية وظيفتها ايه تاني حاجة التفاعلات الكيميائية عشان كده عملوا تكامل ما بين علم الكيميائي وعلم البيولوجي وسموه الكيمياء الحيوية يبقى الفرع اللي هو ناتج تكامل الكيمياء والاحياء اسمه ايه الكيمياء الحيوية طب لو جي قال لي علم الكيمياء الحيوية بيهتم بدراسة ايه الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم التركيب الكيميائي للخلية والتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل كزم الكائن الحاجة يبقى احنا كده عارفنا انه فيه تكامل ما بين علم الكيمياء وعلم البيولوجي طيب تعالوا انه ايخد تاني فرع الكيمياء الفيزيائية يا ميس هو فيه ارتباط ما بين الكيمياء والفيزياء طب لما نيجي نشوف الفيزياء او الفيزياء بتهتم بدراسة ايه قال لي الفيزياء بتهتم بدراسة الظواهر الكونية وبتهتم بيه خواص المادة وحركتها والبسيماد اللي بتتكون منها بتهتم بالحركة خدت درس الحركة خدت درس الطاقة خدت درس القوة خدت درس القياس والدقة في القياس طب فين الكيمياء هنا ايه اللي دخل الكيمياء في الموضوع هقولك عشان تطبق قوانين الحركة اللي انت خدتها فيه جسم بتحرك بسرعة معينة ومسافة معينة لو افترضنا ان الجسم ده سيارة تفتكر عشان السيارة تتحرك تحط ايه فيها عايزة بنزين طب ينفع شيري البنزين وحط مية لأ طب ليه قال لي البنزين قابل للاحتراق يعني معنى كده ان انا لازم اختار مادة بخواص ايه معينة مين اللي هيحددلي بقى المادة اللي انا ممكن احطها داخل قلة الاحتراق وتديني طاقة تحرك للعربية المتخصص في الكيميا يبقى انا معنى كده ان الفيزياء هي ارتبطت بمين بالكيميا تعالوا كمان نشوف لو انا عايدة اعمل سلك توصيل كهرباء هعمل ايه هناخد في لز يعني ايه في لز احنا كده دخلنا على خواص الايه المادة طب يعمل ينفع اعمل السلك ده من اللافل الزت لأ ماينفعش يعني معنى كده ان الكيميا سهمت في علم الفيزياء في حاجتيه الجسيمات اللي بتتكون منها المادة عشان اقدر احدد خواصها ويبقى كده فيه تكامل ما بين علم الكيميا والفيزياء اسمه ايه بقى الكيميا الفيزيائية طيب يا ترى الكيميا الفيزيائية هدرس فيها ايه اللي هندرس الجسيمات التي تتكون منها المادة او الجسيائات التي تتكون منها المادة وخواص المادة عشان يسهل على متخصص الفيزياء دراسته تعالوا نشوف تالت علم بيحصل تكامل بينه وبين الكيميا عندي علم الطب والايه والصيدال طيب يا ترى الطب دخله ايه بالكيميا لما بنروح لدكتور بيقولك اعمل تحليل طب بيعمل تحليل ايه بياخد منك دم بيعمل ايه تحليل ايه في الدم تحليل الهيرمونات والانزيمات عشان يحدد كمية الهيرمون والانزيم اللي في الدم وطريقة عمل الهيرمون ده لو كميته زيادة هيأثر بايه ولو كميته نقصة هيأثر في ايه يبقى احنا هنا بنهتم في ايه في الطب طريقة عمل الهيرمونات والانزيمات عشان اوصل للخلل فيهم واجيب علاجه مين اللي هيساهم الطب هنا في الكلام ده متخصص الكيميا لان هو اللي بيعمل التحليل ويقولك نسبة الهيرمونات والانزيمات قد ايه يبقى كده فيه تكامل ما بين علم الكيميا والايه والطب طب الصيدالة طبعا كلنا اول ما بنقول صيدالة بيجي في بالنا مين الادوية يا ترى الادوية دي ايه هي قالك الادوية دي عبارة عن ايه مركبات كيميائية لها خصائص علاجية طب بتتحضر ازاي قال لي ليها طريقتين لإلا الصيدالة بيحضرها في المعمل في شركات الادوية يبقى دي تتحضر صناعيا عبارة عن مركبات كيميائية صناعية او بيتم استخلاصها من النباتات العشبية يبقى لما يجي يسألني ويقول لي في تكامل ما بين كيمياء والطب بس يبقى طريقة عمل من الهرمونات والانزيمات عشان ألاقي الخلل كلمة خلل هنا قبلة للزيادة والنقص لان اي هرمون لو كميته زيادة بيعمل ضرر ولو كميته نقصة بيسبب ضرر وعلاج ده لأدوية وعلاج ده لأدوية اللي هيساعد الدكتور فيهم متخصص الكيمياء اللي هيحلل ويقول له الكمية دي قد ايه والكمية دي قد ايه علشان الدكتور يقدر يشخص المرض ويدي العلاج صح طيب الأدوية يبقى الأدوية هنا يبقى أنا هتكلم عن كيمياء والصيدلة بس الأدوية قالك عبارة عن مركبات كيميائية لها خصائص علاجية بحضرها ازاي صناعي يبقى مركبات صناعية بتتحط بالنسب معينة علشان تديك مركب خصائص معينة اللي هو الدول أو بيتم استخلاصها من النباتات العشبية يبقى احنا كده خدنا ايه كيمياء وأحياء كيمياء وفيزياء كيمياء وطب كيمياء وصيدلة تعالوا مع بعض بقى نشوف الكيمياء والزراعة الزراع يا ميس ده الواحد بيحط البذرة في الزرع بيطالع نبات كلية الزراعة فيها اكبر فروع يطرى بيعودوا 4 سنوين طلبت كلية الزراعة بيدرسوا ايه انا دلوقتي عايز ازرع ايه المفروض اعمله هل هجيب البذور وحطها في التربة وخلاص والمفروض هيتكوني نبات قبل ما ازرع المفروض افكر انا عايز ازرع ايه ايه نوع المحصول اللي عايز ازرع وبعد كده اشوف التربة اعمل تحليل لمكونات التربة وهل التربة ديه مناسبة للمحصول اللي انا اخترته ولا لا طب لو مش مناسبة المفروض اعمل تغيير في تركيب التربة عن طريق ان انا اضيف ايه سمات القسمة ده اللي هي المراكبات الكيميائية طب مين اللي هيعمل تحليل لمكونات التربة متعطس الكيميا يبقى معنى كده انه فيه تكامل ما بين الكيميا والايه والزراعة عشان يحدد نوع التربة المناسبة للمحصول طيب تاني حاجة زرعت بس انتاجية الفدان طلعت قليلة ازود انتاجية الفدان زي هزود انتاجية الفدان عن طريق ان انا اعمل ايه ازود الاسمدة ومش اي سمات ده حسب نوع المحصول اللي انت زرعه هو عايز نيتروجين ولا عايز فوسفور ولا عايز مانجنيس علشان ينمو اكتر يبقى انا بضيف السمات اللي هو لتركيب كيميائي معين حسب نوع المحصول عشان يزود لي انتاجية المحصول طيب ثالث حاجة لو انا النباد زرعه وكمية المحصول حلوة بس في وقت من الاوقات ظهر اثقافات زراعية ايه المقصول بكلمة اثقافة الحشرات الزراعية اللي بتجي بتقضي على الزرع او بتقضي على المحصول قال لي في الحالة دي باضطر اعمل ايه مبيدات كيميائية طيب ما هو ممكن المحصول ده يكون حاجة بتبتاكل يبقى مش اي مبيد ده انا عايزة مبيد حشري يقضي لي على القفات بس في نفس الوقت ما يدرش او النبات ما يمتصوش عشان مايروحش بعد كده المين للانسان فبستخدم برضو طرق كيميائية عشان اصنع مبيدات ايه حشرية للقضاء على القفات الايه الزراعية اخر حاجة او اخر علم معنا النهاردة اللي هو الكيمياء والمستقبل اخيرا ابتدوا يفكروا في مواد تانية بخصائص جديدة ابتدت تظهر اللي هو من علم النانو تكنولوجي علم النانو تكنولوجي ده اللي هو العلم او العلم اللي بيختص بدراسة المواد المتناهية في الايه في الصغر ايش معنى وجدوا ان هو ليه خصائص فائقة وغير عادية لما بوصل المادة للحجم الايه انه نوع ويسهم علم النانو تكنولوجي في جميع مجالات الحياة زي مين بقى زي الطب زي الهندسة زي الاتصالات زي البيئة زي المواصلات يبقى احنا كده عرفنا فعلا ان علم الكيمياء فيه تكامل ما بينه ما بين العلوم الايه الاخرى اول علم اخدناه قلنا البيولوجي وقلنا ان فيه فرع ناتج عن تكامل الكيميا والبيولوجي اسمه ايه الكيميا الحيوية بيدرس ايه علم الكيميا الحيوية تفاعلات كيميائية داخل جسم الكائن الحي تركيب كيميائي للخلايا خدنا التكامل ما بين الكيميا والفيزياء هيدينا علم ايه الكيميا الفيزيائية هيدرس ايه الجسيمات التي تتكون منها المادة وخواص المادة ثالث علم قلنا الكيميا والطب والصيدلة الكيميا والطب بيدرس ايه او التكامل بينهم ناتج عن ايه قالك فهم عمل الهرمونات والانزيمات واجاد الخلل فيهم عشان اشخص صح وقدي علاج صح طب الصيدلة قلنا الادوية لانها مركبات كيميائية لها خصائص علاجية واخيرا كانت الزراعة وقلنا ان انا بحل المكونات التربة بصنع اسمدة وبصنع مبيدات حشرين الكيميا والمستقبل قلنا انه تكنولوجي اللي بيدخل في جميع مجالات الحياة زي الطب والهندسة والبيئة والمواصلات وهناخدوا ان شاء الله بالتفصيل في الفصل التاني من الباب الاول السجد كده الدرس بتاعنا النهاردة خلص على خير ان شاء الله هشوفكم عن قريب في الدرس التاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة